هاي أنا رولا شكرا لك رولا لكن المشاهدين يقولون أنه هذا الرجل العظيم اللي اخسرنا اليوم ورجل كان حر بسجنه يعني ما خلى سجن تأكل من صفاته الحسنة إنما زاد بعد خروجه بعد 27 سنة من خلال القراءة والثقافة والعلم وتخرجه كمحامي وحتى كان يتعاطى مع سجاني بالصلح وبالسلم وأنه يقلون يعطيهم أفكار حلوة لأنه يتصالحوا حتى قالوا له من طلعك قبل بوقت من السجن ولكن تمضي على اتفاقية عدم مواجهة العنصرية رفض وضل بسجن حتى 11 شباط 1990 ضيفنا بالستوديو فادي أبي علام رئيس حركة السلام الدائم ونائب رئيس حزب الخضر اللبناني أهلا وسهلا فيك شكرا صباح الخير نحن طبعا اليوم عام نعيش لحظات تاريخية بخسارة شخص كبير عظيم مثل نالسون ماندلة ليه بنا نعتبر لحظات تاريخية برأيك اللحظات التاريخية حتما مش بالموت العظمي مش بالموت هون العظمي انه ارتفع اسم هالانسان مجددا بالعالم لانه منشوف نحنا على العموم بالخبر الخبر السيء بيتصدد العناوين نعم اما الخبر الجيد ليس خبر صح طبعا بالتالي هون نحنا شو عم نشوف عم نشوف موت العظمي بموته طبعا من كل الناس مثل نلسون ماندلة لن يموتوا على الاطلاق لن يموتوا ابدا صحيح نلسون ماندلة يعني اذا نحنا منقيس حياة الانسان طيب حياة الانسان هي هي مش بالايام بعدد الايام يلي بعيشها ولو كانوا 95 سنة انما بالانجازات يلي بيعملها وبالقيم يلي بيحملها طبعا افكاره رح ضل عايشة بس كتير مهم انه نكون عايشين مع رجل رح يدخل التاريخ بنفس الوقت حطما حطما هيدا لحظات جدا مهمة نحنا يمكن من يلي واكبوا اعمال نلسون ماندلة وبشكل خاص بعد خروجه من السجن 27 عام انسجن وليك بيرجع اقول كمان مرة تاني انه انا اذا بعيد تاريخ مرة تاني بالنسبة للي وبنسجن وبكون بنفس الظروف يلي انسجنت فيها رح ارجع اكرر يلي عملته لانه ما في خيار تالي يعني ما بين العنف واللعنف خيار اللعنف هو نهائي وهو قاطع نعم كيف توصف نلسون ماندلة هيك بصفات بتعددها وربعا في لك مثال القائد القائد يلي يملك حلم قال انا بحلم بافريقيا هي افريقيا قارة السلام نعم قارة السلام وقارة جميلة كيف شايفها قال الطريقة الى الى واضحة نعم عبارة عن اتجاهين وخطين الاول يقوم على الطيبة والثاني يقوم على الغفران وقت احكي انا عن الطيبة شو عم بحكي عم بحكي عن قلب وحب طيب جدول ارادة طيبة طيب هاي المشاعر اللي بدهي وبين المطرح تاني نحكي عن الغفران الغفران ارادة عقل العقل يلي انا بدي احكم فيه هو عقل الذي يقبل بالتسامح ققيمة اساس بالتعاطي مع الاطر وبالتالي الغفران يعني هو شرب الشاي مع زوجة قلدة عدائه يعني من هون بتيجي الغفران والتسامح اذا كل واحد مننا بيوصل لها المرحلة هاي دي بتصور بيصير انا كلنا عالم العنفين شرب الشاي ايه لانه هون كان يفصل تماما كان قادر على الفصل ما بين ما بين الفاعل والفعل نعم كان يقول انا انا ضد فعل الفصل العنصري والتمييز العنصري هذا الفعل وليس من يقوم بهذا الفعل هو انساء لا عنفي ويدعو لللا عنف وهو قائد ثورة ونضال كيف ممكن نجمع بين هالسفتين ثورة ونضال ولا عنف بوقتنا اذا هلأ بتطلع انت ناس يلي بيشتغلوا على السلام ولا عنف شو اول فكرة بتجي عند العالم تجاه الناس هؤالي جماعة متخزنين هؤالي جبناء هؤالي ضعفاء بالعكس نحن قناعتنا في يقول يعني هوني انا يعني خلينا اقول لم يزل القدوة هذا طريق بالنسبة لالنا يلي بنشتغل من اجل السلام ونقول حتما لا لا يقوم سلام على قاعدة اهدار حقوق على الاطلاق يقوم السلام على قاعدة احقاق الحقوق وبالتالي وقت يكون هناك حقوق مهدورة من واجب النضال والثورة الدائمة للدفاع واستراد الحقوق عن اي حقوق عم نحكي ثلاث انواع ثلاث مستويات الحقوق هناك حقوق انسان وحقوق الانسان الى ركيزتين الحرية والكرامة هناك حقوق شعوب بتقرير مصيرة وهناك حقوق دول بسيادته واستقلاله طيب وقت بيكون انا عندي اهدار حقوق على اي من هذه المستويات من واجب الانسان ليس فقط من حقه انه من واجبه النضال والدفاع لاستراد الحقوق حتى عيش بسلام انما هون بقول انا كيف انا بدي ناضل وكيف بدي اسعى عبر الله عنه كل تغيير يأتي عن طريق اللاعنف هو تغيير يبقى ويستمر طبعا نمعلم ابنه انه ما تسكت عن حقك بالمدرسة وبين اصحابها كيف اذا الواحد ولا يمضحق وراءه مطالب صحيح طيب الانسان بس ينسجن 27 سنين يمكن انتقم الحياة وانتقم من اللي برر العالم الخارجي وبيظهر بصفات اسوأ من اللي دخل فيها انما هيدا عكس اللي صار معنى يلسون مندلة وقال عنه احد الاساقق انتقم انتقم انه ليس من الاشخاص انتقم من البنية ومن النظام يعني اللي عمل فيه هيدا الشغل هو النظام والبنية وقت اللي طلع شو عمل طلع من السجن اول شي قاد مفاوضات رأى على الوسائل السلمية يعني بعد ما يتعطى الحوار بروح على الوين على التفاوض رأى على مفاوضات مع دي كلارك دائمة حوالي اربع سنوات اتفقوا بهال مفاوضات انه احنا بنعمل انتخابات عمل وانتخابات فايز الحزب يلي بيرأسون يلسون مندلة طيب بروح من بعد الوين على حكومة وحدة وطنية بعد حكومة الوحدة الوطنية ما عندنا شغل انه حكومة وحدة وطنية وقف الزمن لا بدنا نروح بدنا نكمل في عنا الشغل بدنا نعمله شو هو الشغل اللي عمله رأى على خطين اول خط رأس لجنة حقيقة ومصالحة وقت نحكي اليوم حقيقة ومصالحة عم نحكي عن عدالة انتقالية عدالة تصالحية عدالة اعادة نجي العلاقة بين المتخاصمين ما بروح على عدالة انتقامية سأرية ابدا قال بدي انا الحقيقة وبعد هذه الحقيقة بدي روح على مصالحة يلي بتقوم على المسامحة قال انه بمنطق التسامح مش مطلوب مني انا انسى كل شيء ليش بدي انسى ما انا عم بعمل انا لازم اتذكر طيب اكرر انما انا لازم اتذكر مش لحتى اسأر هذا التذكر بيغطي وبيحمي قيمة التسامح انا بدي سامح حتى اكمل انا بستعير اقول لغندي جدا مهم اذا بمنطق اذا قابلنا الاساءة بالاساءة متى تنتهي الاساءة وعندما اسامح لا اغير بالماضي انما اتحكم من المستقبل نعم فبالتالي هو من نفس المدرسة من مدرسة غندي من مدرسة مارتي لوسر كينج لكن اجا مجي بخيار الحقيقة والمصالحة من جهة ومن جهة تانية اشتغل على الموضوع وحاربة الفقر نعم والجهل وهون شفتنا موضوع الثقافي بالنسبة له قديش اساس يعني قال نلسو منديلا انه نحنا اقوى سلاح نعم اقوى سلاح ما نلسو بعم بحكي هون لا اسلاحة تقليدية على انواع ولا اسلاحة الدمار شامل اقوى سلاح لتغيير العالم هو العلم والثقافة نعم رفع الوعي هيدا هو الاساس استاذ فادي سلوك مدرسة منديلا كيف ممكن يأثر على سلوك الناس برأيك شو شو اللي بيحكم سلوكيتنا نحنا كبشر بقدر شوفه هون بنت سو منديلا انا شو بيخليني هون اتصرف بشكل اني اوصل الاهداف البدهية من دون مائز الاخرين اللي حولي لا بالعكس انه كمان يستفيد الاخرين اللي حولي في اتنين ضوابط تضبط سلوكيتنا بالدني انا عندي هدف اسعى لتحقيق الهدف نعم وهذا جدا مهم انه كون عندي اهداف تحسن من الواقع اللي انا عايش فيه تاك شو الطريق شو هي الضوابط خلينا اقول في اتنين ضوابط اول ضابط هو ضابط قيمة شو القيم اللي بحمله هون شفنا نلسو منديلنا عب يحكي عن قيمة التصامح نعم عب يفصل ما بين اللي بيعمل المشكل والمشكل بزيته تاك اتنين القوانين العدالة القوانين نحكي عن دولة السلام دولة القانون وقت بيكون فيه قانون ليش بدي ايه القانون انا قانون بنظم العلاقة اذا وقع مشكل ما اعرف كيف بنحله وقت بيكون فيه عقوبة بقانون اتجنب مشكل بالاساس لكن انا عندي قيم وعندي قوانين زل انه هو رجل قانون او حكي عن اصلاح النظام وقت عم بيحكي عن اصلاح النظام عم بيحكي عن اصلاح بني عم بيحكي عن اصلاح قوانين نعم لتضبط الناس اللي ما عنده قيم يا خيه طب هيدا ما عنده قيم هيدا سوري على التعبير انسان ما نو ما نو سوي بحياته طب انا شو بي ايه عن هيدا يدرس قوانين طب انا كيف انا بنضبط هيدا العلاقة معه نحن مثلاً بتعاطينا مع بعض بتعاطي القانون مع الناس وبتعاطي الناس مع القانون وكل التواصل بصير فيه عنف هل فيه أمل نصير ناس لا عنفيين بعد فترة طبعاً عايشين بسلام كل الوقت طبعاً ليك اليوم التجارب هي بتحكي يعني كل الثورات بالعالم وحتى كل ثورة بزيتها وحتى كل تصرف على مستوى شخصي طلع أنت نتائج العنف ما هي ونتائج اللاعنف ما هي اليوم اللي اختاروا طرق اللاعنف خلينا هيك الصعر ذاك بشكل عام بالقرن القرن العشرين مين شفنا شفنا غندي وين كان غندي بآسيا شفنا مارتين دوسر كينغ وين كان بأمريكا وشفنا نلسو منديلا وين بأفريقيا هوني منشوف إذا بدك التنوع يعني ببلد غني كتير ببلد وسط ببلد فقير المشاكل المتنوعة الخيار واحد هو اللاعنف المعيار واحد هو وحقوق الإنسان حرية الإنسان وكرامة الإنسان نعم طيب خيار اللاعنف شو وصل؟ وصل إلى نتائج مظهلة أما بالمطارح اللي كانت فيها عنف أي نتائج وصلت؟ نعم يعني كل شي بيجي عطريق العنف اتوقع أنه رح يجي عنف مقابل يرجعك أكثر من الوقت اللي كنت فيه الله يطنق لك سيد سبادي حضرتك رئيس حركة السلام الدائم نعم وحضرتك كمان تهجرت بلبنان خلال الحرب وهذا شي بتصور أثر على شو اخترت توجهه لك تشتغل عليه تشتغل فيه شو هي حركة السلام الدائم؟ لم يم تتوجهوا؟ هل عم تلاقوا تجاوب من العالم اللي عم تتعاملوا معهم؟ شو مشاريعكم نشاطاتكم؟ بس خلان نلخصوا شوي بلاتين هالموضوع يهي عسيب كثيرا لش في أدار نعم حركة السلام الدائم هي منظمة غير حكومية لبنانية نشعت في العام ستة وتنين من مجموعة من الشباب الجامعيين الرفضين للعنف ما قلنا كثير بنفهم نحنا بمجالات السلام بمختلف أبعاده بس نحنا عندنا حس إنساني طبيعي أنه أنا بدي أحمي حالي من الأزيفي اللي عم تنزل على الأنسي طيب أنا شو خياري؟ خيارات بواضحة هي ثلاثة أنك تهاجد بثل كتير من الناس نعم وواحد أنك ما تعمل شيء أنك تتخزل وأنك تعلن الاستثناء بهالحالي وخيار ثالث أنه أنه لا تاخد خيار ثالث هو خيار اللاعنف وقت اللي نحنا ما بدنا نقوم بفعل العنف اللي أدى بيلي وصلنا عليه طيب خيار اللاعنف إلو شكل على شو بدنا نشتغل؟ واحد بدنا نشتغل على تعزيز توعية بناء قدرات بحل النزاعات بالوسائل السلمية وليس بخيار العنف لأنه منعتبر نحنا يلي لجأ إلى العنف هو اعتقد أنه جرب خيارات اللاعنف والخيارات السلمية وفشل نحنا بنقول يا أخي أنت بتعرفون شو هي الخيارات السلمية التقنيات السلمية بتعرف أنت تقوم بالحوار بالشكل السليم تعرف أنت تقوم بعملية تفاوضية بالشكل السليم تعرف أنه هناك وساطة وهناك توفيق وهناك تحكيم وهناك مقاضات هالأضايا هي كلها بتعرفها بتعرف أنه تمارسها بالشكل السليم والشكل الصحيح نحنا بنقول هون لا يعني الحوار بالزيته ما بنعرف نحنا كيف أنه نقوم فيه طيب لكن هون هيدا الشئ التاني بنشتغل على موضوع السلاح نعم السلاح هو أداة قتل من الآخر ويجب أن يكون هناك ضوابط لأداة القتل هذه وأن لا تتحكم هذه الأداة بمصيرنا وبحياتنا اليومية بنشتغل على تصدي لحيازة واستخدام الأسلحة ونشتغل على تعزيز القوانين هناك أكثر من دراسة قانونية قدمت لمجلس النواب اللبناني وهناك عمل على مستوى إقليمي ومستوى دولي تيقلك بيوم أول مبارح تماما كان هناك تصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة على اتفاقية تجارة الأسلحة نعم فينا نتخيل السلاح الذي يقتل الناس حجم هذه التجارة هي 1500 مليار يا رب يسقط يوميا ما يقارب الأربعة ألاف ضحية بين ألف أتيل ليس هناك من اتفاقية تحمل ليس هناك من اتفاقية تضبط هذه التجارة طيب صوتت الجمعية العامة بأكترية ساحقة 152 صوت مقابل 27 صوت لصالح هذه الاتفاقية ونحن هناك واحد من أنشطة هذه الجمعية أنه شاركت لعشر سنوات إلى جانب الجمعية العامة للأمم المتحدة للوصول إلى هذه الاتفاقية في الحكي بهالموضوع كتير حلو وإن شاء الله بنشوفك مرة تانية كمان ونحكي مطولا عن أهدافكم من ذلك أنه جمعيتكم تأسست حركتكم عفوا تأسست عام 1986 إن شاء الله بالتوفيق لألكم لكل أهدافكم وتوصلوا لكلها حل النزاعات لحد من السلاح والتسلح واللاعنف إن شاء الله نقدر نوصل لمرحلة اللاعنف بالحياة إنه ما حدا يضرب أزيفة عالتاني وما حدا يقول كلمة بتعنيف للتاني هيده أهم شيء نبلش من هون بين أفراد عائلتنا شكرا لك سيد فادي أبي علام لك المشاهدين نحن وإياكم كاملين على مصصباح بعد هالبريك رح منكون مع هانيا شاف هانيا رشد ملح عينو مع عامر خليكن معي بريك ورجع معكم